السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت عمل فيديو زمان اسمه طريقة الحصول على جميع الدورات المدفوعة مجانا على موقع كورسيرا. موقع كورسيرا ده افضل موقع بيقدم كورسات. لان هو بش بيسمح لياه حد انه يرفع كورسات بتاعته. لازم بيتفق مع جامعة يتفق مع حد خبير. يعني انا قدت مسلا عند كورس البيسون مع الرجل اللي اخترع لغة البيسون. فحاجات فوق المستوى. يعني انا موجود في دولة من الدول البسيطة خالص. اقدر اخد منهج كامل كأن انا روح تدرست في احسن جامعة في امريكا. ده ملخص كورسيرا. عشان كده انا بحب اخد الكورسات من كورسيرا. حتى لو ما اخدش الشهادة. تمام? يكفي ان الحاجة دي معتمدة. طيب في جاي كومنت جميل بيقول انا عملت كل خطوات. ودازولي دازولي ده اعتقد ده هتلاقي من العراق. ايميل بعد سبعين بس كورس ما هو مجان فقط عامله خاص مع له تقريبا سعيد في المية ولازم ادفع عشر في المية. الكلام اللي انا قلته صح. والكلام ده صح. ليه? لان الكلام اللي انا قلته ده كان من سنين. تمام? من سنة. الفين ثانية عشرين. والكلام اه حصل في الموضوع. نتيجة يعني ايه سبب ان بقى الكورسي لازم تدفع جزء من الفلوس تدفع تقريبا عشر في المية. ما فيش حاجة اسمها مجاني. تقفلت. بس هفتحها لك. هقول لك زي تفتحها. لان ناس كتيرة بتشترك في الكورسات. تمام? وتعمل اي اي دي وتعمل تطلب تخفيض. او تطلب انها تاخد منحة مجانية. وما بتكملش في الكورس. هو الفكرة ان الساجل عنده ان مليون واحد اشتركوا. ما ما حدش بيكمل. وناس كتيرة بيبقى اسموا ان هو عمل منحة دي المليون واحد. لك ما فيش حد استخد. عشان ايه مجانية ناس تقول لك ده اي كلام. انا ساعات اعمل كورس كامل من مجاني واشرح كل انا عارفك ان انا واخد عليه فلوس. وبفاجأة ما فيش حد بيحضر. لما تقول بفلوس لان ناس بتحضر. في كتاب كنت تسابه ببلاش. وممكنش حد بيقراه. لو احطت خليت الكتاب بفلوس. لقيت ناس عملات حال عليا. طب ممكن تعمليه تخفيض. طب ممكن تدوري استثنى. طب معلش انا محتاجه. موقع ببلاش اصلا موجود ببلاش. ففيه ناس بايه يعني بتسترخص الحاجة اللي هي تكون التخفيض. طيب ازاي بقى انا حتى الان باخد كورسات. وبكمل ان انا اخد كورسات مجانية تماما. انا معيش فلوس اتفعل عشرة في المية. دول من الاخر يعني. عشان ما نجيبش عليه. طيب اللي حصل ان انا في منحة موجودة هيت. برنامج الامم المتحدة الانمائي ومسيدة محمد بن راشد قال لمكتوم للمعرفة. عاملين مبادر اسمان مرات المستقبل للجميع. فاغلب الكورسات اللي موجودة في كورسيرا. وخصوصا اللي هي بتتكلم فيزيكال الصناعي البرمغة الحاجات ديت. تمام? فهم عاملين مبادرة. ده موقع المبادرة. تمام? موقع المبادرة هوت. مبادرة جميلة وانا الصراحة استفدت منها. تمام? وهوريك اللي يزبط ان انا فعلا استفدت منها. ماشي? ده الموقع هوت كل اللي عليك ان انت بتسجل بتختار مصار واحد بس. ما ينفعش تختار مصاريين. يعني انا عايزة بقى متخصص في قاعدة البيانات. او انا متخصص في البرمجة او متخصص الذكاء الاصناعي. المشكلة لما بتسجل نفسك في حاجة كتيرة ما بتعملش واحدة فيهم. يعني انت بسطور معش تخلص كل الكورسات مرة واحدة. كل عليك ان انت بتسجل ان انت عايزة تشارك في الكورسات بتاعتهم وهم بيدوك التخفيض. ممكن تيجي هنا وتختار اللغة العربي. وتبدأ تسجل نفسك الاسم الايميل كل حاجة. موضوع ببوسط خلص. طيب انا سجلت الايميل بتاعي جالي الايميل اهوت. بيرحب بيك والحاجات دي كلها. اه. 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 لو في اماكن خليها تصلوا بيها. فعلا تصلوا بيها. تمام? بعتوا الايميل وقالوا لي خلاص. وقالوا لي لازم تحاول تخلص. اه. في فترة معانا من كسر لكسر. ماشي? انا فعلا خلصت اول كورسين اللي انا كنت محتاجهم فعلا. ودي لازبات ان انا خلصت الكورسات هوت. وشغلت في التالي اتها هوت. تمام؟. لكن اللي انا كان تركيز عليه و اللي انا اشتركت من خلاله. اه. اللي هو مقدمة عن عنおおior الاسناعي و والكواليتي وورك mars lutandi في القوميوويتر في على مد جديد التجاه في الكميوو دي الفكرة نورت كله انت بتشارك في الموقع ومهنج معي النهارة ده مش عارف ليه بس انا دخلت وسجلت المعلومات بتاعتي وانتظرت فترة بسيطة جاء لي الايميل وراحت ماشي في التراك وان شاء الله اكمل اكمل الكورسات لان المعلومات الصراحة مفيدة كويسة جدا يعني فدي فاكرة انتظر تاخد الكورسات من كورسيرا بتشوف منحة تبع جامعات كتيرة فيه جامعات كتيرة بتقول لك انت ممكن تسجل عندنا مجانا وتاخدك الكورسات من كورسيرا باسم الجامعة بتاعتنا يعني انا مشارك مثلا في المكتبة اسمها مكتبة قطر عامل اشتراك فيها الاشتراك مجاني بس من خلالها فيما كاتب كتير على مستوى العالم بتدين انا اقرأ كتب مجانة مدومت مسجل في مكتبة يعني بيقى فيه اتفاقية بين المكتبة دي والمكتبة دي الفلوس بقى مليجراء بيها برضو مسجل محمد بن راشد عامل اتفاقيات مع كورسيرا حاجات تانية كتير ان لو حد يجي من عندنا خلاص بتدينه كورس بباداش وانا حاسبك توتل مثلا على المليون واحد اللي هيجولك وها كسا طبعا فلا تدعوش بفرصة ولا حاولش تركوه الحاولة انه ممكن تتقفل يعني كل حاجة بترعت فترة وتتقفل كورسيرا كانت مجانة فترة طولة جدا لكن في المسكتلة ما كانتش مهتمة انها تسجل فاضعت عليهم الفرصة وبالتوفي ان شاء الله وسجل في حاجة واحدة خلاصة سجل حتى تانية